تواصلا لخطتها الخدمية التي ما زالت مستمرة بها العتبة العباسية المقدسة متمثلة بقسم الشؤون الخدمية وقسم ما بين الحرمين الشريفين تواصل حملة التنظيف والتعفير التي تعتبر من الإجراءات الاحترازية الأساسية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد قام قسم بين الحرمين صبيحة هذا اليوم بحملة شاملة على منطقة بين الحرمين والمناطق المحيطة بها بغسل كامل وسيتم بعد الغسل إن شاء الله بالتعفير الحملة شملت محاور عديدة من المحيط الخارج للحرم الطهر لأبي الفضل عباس عليه السلام وبجهد أضافي متواصل بواقع 24 ساعة مقسومة على ثلاث وجبات بالتناوب مستخدمين منظفات ومعاقمات منتاج شركات خير الجود ومن إجاء الفيروس يعني شغلنا تقريبا نتطور يعني قمنا نعفر رش المبيدات عن هاي المواد المطهرة على الغرض قتل فيروس كورونا وعدنا احنا ثلاث وجبات ندعون ثلاث وجبات الوجبة كل وجبة تيجي أول بداية الوجبة ننظف المكان نغسله مثل ما تشوفون غسل بالجلايات وغسل بالماء نضيف لمواد تعفير لقتل الفيروس النظافة تحمي الإنسان من الأضرار والأمراض مهما كانت وما زالت الملكات الخدمية للعتبة المقدسة مستمرة بهذا العمل وبجهود تصاعدية بالخصوص بعد أن اشتاح العالم فيروس كورونا الوبائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر